لا يشبع أركان العملية السياسية في العراق من الأزمات وكيف لهم أن يشبعوا منها وهم الذين يعتاشون عليها بكل الطرق المتاحة منذ عام 2003 ومنها القضاء الذي تسعى جهات حزبية اليوم لفرض مزيد من السطوة عليه عبر قانون المحكمة الاتحادية الذي بدأ البرلمان قبل أيام بقراءته دون إقراره حتى الآن بسبب سعي جهات سياسية لتصميمه كالعادة وفقاً لرغباتها ومصالحها وراء كل غاية الرديئة تحضر لافتة سيئة وهنا لابد لشعارات الدين والقانون أن ترفع بقوة لتخفي وراءها منطلقات ودوافع تبقى سياسية مصلحية عبر محاولة لإخضاع القضاء لسلطة مشرعين يملكون نفوذاً لتمرير وتعطيد القرار فالتعديلات التي يراد إقرارها تسعى وفقاً لخبراء قانونيين لفرض هيمنة فقهاء تابعين لأحزاب سياسي على القضاء الأمر الذي يجعل سلطتهم أعلى من هيئة رئاسة القضائية ويعيد فرض رؤية مذهبية مسيسة على مذاهب أخرى لا تتوافق معها بينما رأت صحيفة الاندبندنت البريطانية في القانون محاولة لاستنساخ تجربة الولي الفقيه المعمول بها في إيران وعلى الرغم من خطورة هذا التوجه مجتمعياً إلا أن قوة الجهات الدائمة له سياسياً وبرلمانياً تجعل من فرص تمريره كبيرة جداً بحسب ما أكدته اللجنة القانونية البرلمانية التي أشارت إلى أن القانون خطير جداً لكونه يكرس الهيمنة الحزبية على السلطة القضائية باسم الدين حيث تدفع جهات سياسية من أبرزها تحالف الفتح الذي يتزعمه هاد العامري زعيم ميليشيا بادر وحزب الفضيلة باتجاه تشريع القانون بعدما ضمنت هيمنة الفقهاء وسيطرتهم على القرار القضائي في حال تمريره يأتي هذا في وقت تحاول فيه جهات أخرى إيقاف هذا التوجه باللجوء إلى الشارع للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة من أحزاب لم يكفها حجم الفساد الحالي وتريد أن تخضع القضاء لسلطتها بشكل كامل حتى تتملك رقاب الشعب وتواصل عبثها بمقدرات البلاد